بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في درس من دروس مادة لغة الجميلة للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني كنا في درسنا السابق قد بدأنا في دراسة نص الفهم القرائي بعنوان لماذا وقرأنا النص قراءة صامتة وكذلك قراءة جهرية وتعرفنا على العديد من مهارات القراءة الجهرية سوف أكمل معكم بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس حل تدريبات هذا النص وقبل أن أبدأ في عرضها نتعرف سويا على أهم أهداف درسنا وهي يهدف هذا الدرس إلى أن يفهم الطالب النص المقرؤ ويستوعب جوانبه ويستثمرها أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية سليمة مراعيا مواطن الوصل والوقف أن يجيب الطالب عن أسئلة النص المقرؤ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درسنا لهذا اليوم كما نلاحظ أعزائي الطلاب والطالبات هذا هو عنوان درسنا نص الفهم القرائي لماذا؟ وكما تلاحظ يوجد في أعلى هذه الشاشة رابط رقمي للدرس بإمكانك أن تعود إليه وتطلع على ما وضع في داخله أنمي لغتي أضع علامة صح يمين المعنى المناسب لما فوق الخط هذه المخلوقات الحية المتناهية في الصغر نلاحظ كلمة المتناهية جاء تحتها خط إذن المطلوب بيان معنا هذه الكلمة من بين الخيارات التالية التي ينهى بعضها بعضا الشديدة الصغر المتباهية بصغرها من خلال فهمك لما قرأت أجب عن هذا السؤال ماذا تعني كلمة المتناهية في هذه الجملة؟ أحسنتم الخيار الصحيح الشديدة الصغر بنفس الطريقة نكمل حل بقية الجمل أتدني الكبير في درجات الحرارة أتدني تعني الصعود الهبوط الارتفاع أحسنتم هي بمعنى الهبوط نكمل لأنها كفيلة بإضعاف متعة الحياة كفيلة بمعنى حريصة متوفرة قديرة أي من هذه المعاني الثلاث يؤدي معنى كلمة كفيلة؟ أحسنتم بمعنى قديرة وتعوق الاستيعاب والتفكير تعوق في هذه الجملة بمعنى تساعد تؤخر تهدم الإجابة الصحيحة تؤخر أنتقل معكم إلى هذا التدريب أبحث في نص لماذا عن ضد الكلمات الآتية نلاحظ هذه الكلمات التي جاءت في النص المطلوب عليك أن تبحث عن ضدها من داخل نص لماذا؟ ضد كلمة الهدوء الضجيج ضد كلمة تقوية إضعاف التضييق ضدها من النص التوسع إذن أعزائي الطلاب والطالبات هذه مجموعة من الكلمات التي تعرفنا عليها من خلال نص الفهم القرائي لماذا؟ سوف أكمل معكم الآن حل بقية التدريبات أفهم وأجيب أقرأ الفقرات المقابلة للصور قراءة صامتة في نص الفهم القرائي السابق عليك أن تعود للنص وتقرأ الفقرات التي جاء معها صور مصاحبة لها وهي في النص الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة اقرأها قراءة صامتة حتى تستطيع أن تجيب عن السؤال التالي أختار جملة مناسبة من كل فقرة لأكتبها تحت الصورة إذن بعد قراءتك للفقرات قراءة صامتة عليك أن تختار جملة مناسبة لكل صورة جاءت أمام الفقرة والصور هي كما تظهر أمامك الآن كل ما عليك فعله هو أن تعود للفقرة المقابلة للصورة وتختار جملة مناسبة تكتبها تحت الصورة نلاحظ هذه الصورة جاءت في الفقرة الأولى من النص والذي تحدث عن أهمية استخدام كل شخص فرشاة معجون أسنان لوحده إذن نكتب جملة مناسبة لهذه الصورة من الفقرة فنقول في فمك جراثيم لكنك لا تراها لذلك فإن استخدام فرشاة الأسنان يمنع انتقال الأمراض من شخص لآخر بنفس الطريقة ننتقل إلى الصورة الثانية نلاحظ هذه الصورة والتي تعبر عن أسرة تجلس في بيت نظيف ومرتب اختر جملة مناسبة من الفقرة التي أمامها البيت يعيش فيه أبوك وأمك وأسرتك جميعا لذا فإننا نحرص دائما على نظافة منازلنا لأنه المكان الذي نعيش فيه ويعيش فيه كل من يعز علينا من الآباء والأمهات لذلك نحن نحرص على أن يكون هذا المكان نظيفا خاليا من الأوبئة والأمراض بنفس الطريقة أيضا أنتقل معكم إلى الصورة الثالثة وفي هذه الصورة نلاحظ ازدحام هذا الشارع بالسيارات ما يسبب الضجيج الذي تحدثنا عنه في نص لماذا؟ وقلنا بأن الضجيج هو أحد الملوثات التي تنغص صفو الحياة ابحث في الفقرة المكتوبة أمام هذه الصورة عن جملة مناسبة لها نقول حركة المرور تسبب للطراب والقلق إذن أعزائي الطلاب والطالبات من خلال هذا التدريب استطعنا أن نربط الصور بما يناسبها من الجمل في النص وهذا أمر جيد لأننا فهمنا النص وفهمنا دلالاته لذلك استطعنا أن نعبر عن الصور بجمل من خلال هذا النص أنتقل معكم أيضا إلى تدريب جديد أتصفح النص ثم أستخرج ما يأتي مخلوقات حية متناهية في الصغر تنقل الأمراض ورد في النص تعريف المخلوقات الحية المتناهية في الصغر ما هي هذه المخلوقات ابحث في النص وستجد الإجابة من خلال استخدامك لقراءة التصفح تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال إذن نقول هي الجراثيم والميكروبات هي مخلوقات حية متناهية في الصغر تنقل الأمراض بنفس الطريقة نكمل من مخاطر قطع الأشجار أيضا ورد في نص لماذا عدد من المخاطر التي تسببها أو يسببها قطع الأشجار عد إلى النص وابحث عن إجابة لهذا السؤال من مخاطر قطع الأشجار أولا إنخفاض إنتاجية الأراضي من الخشب أيضا تقلص إنتاج الأكسجين وكذلك ازدياد مخاطر السيول والفيضانات وأيضا من مخاطر هذا السلوك الخاطئ إنخفاض إنتاجية الأراضي من الخشب إذن كما نلاحظ أعزاء الطلاب والطالبات هذا عدد من المخاطر التي يسببها قطع الأشجار لذا يجب علينا أن ننتبه إلى هذا السلوك الخاطئ وأن نبتعد عنه حتى نبقي بيئتنا صالحة سليمة للحياة يسهم وجود الأشجار فيه أيضا وجود الأشجار له فائدة بيئية ورد ذكرها في النص اذكر بعضها إذن يسهم وجود الأشجار في حفظ التوازن البيئي وكذلك توفير الغذاء للحيوانات المستأنسة وأيضا الحفاظ على التنوع الحيوي كما أن الأشجار وجودها يستخدم لصد الرياح كما هو أيضا يحافظ على التربة من الإنجراف كل هذه الإسهامات تقدمها لنا الأشجار لذلك يجب علينا أن نحافظ على هذه الثروة الغالية الثروة البيئية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في نظام بيئي متكامل لذلك فإن الإخلال بأي جزء من أجزاء البيئة يؤثر سلبا على الحياة فيها لماذا يجب على الإنسان استخدام فرشات خاصة لأسنانه؟ هذا السؤال جاءت الإجابة عنه في الفقرة الأولى من النص كي لا تنتقل الأمراض من شخص لآخر وقد يختلف تعبيرك عن ما ظهر أمامك الآن على الشاشة إمكانك أن تصوغ إجابة بحسب أسلوبك المناسب بشرط أن تكون إجابة صحيحة كيف نستطيع أن نقي أنفسنا من أخطار الضوضاء؟ وكما ذكرنا بأن الضوضاء هي إحدى الملوثات التي تصيب الإنسان بالتوتر والقلق إذن هذا يؤدي إلى فقدان الحياة لذتها كيف يمكن أن أقي نفسي من خطر الضوضاء؟ سؤال يحتاج إلى تفكير إبداعي فكر ثم أجب بما تراه مناسبا نقول مثلا بالابتعاد عن مصادر الضوضاء وكذلك توعية المجتمع بخطر الضوضاء ليعم الوعي هذين حلين يمكن أن نستفيد منها لنقي أنفسنا من خطر الضوضاء التي هي إحدى الملوثات البيئية أعزائي الطلاب والطالبات من خلال هذا الدرس استطعنا أن نجيب على عدد من أسئلة الفهم القرائي والتي لا يمكن أن نجيب عنها إلا بعد أن نقرأ النص قراءة واعية وأن نفهم ما جاء فيه من معلومات حتى نستطيع أن نجيب عن هذه الأسئلة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما استمعتم إليه ألقاكم إن شاء الله في درس قادم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته